مزيد من التفاصيل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد دكتور علي بعد التحية جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي شهدت توقيع عدد من التفاقيات التبادل الاقتصادي وكذلك العديد من التفاقيات الطاقة والاستثمار بين البلدين ما دلالت هذه الاتفاقيات في الوقت الراهن من وجهة نظر حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي حضرك وكل أستاذ المساعدين للقرام خلينا نقول طبعا في الوقت الراهن ازاي ان احنا مع خطوات مهمة جدا اذا ان احنا نحققها ونخطوها في الاصلاحات الصادية وتحييق مناخ الاستثمار في مصر فبالتالي جزء مهم جدا ان احنا نروج دي الفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد المصري ازاي ان احنا نعمل نوع من أنواع الترويج للصدرات المصرية بخارة زيادة معادلات التبادل التجاري ما بيننا وما بين قرية طبعا قرية زي ما حضرتك يمكن شريك افسادي مهم جدا للدولة المصرية وكمان ازاي ان احنا بنسعى جاهدين لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية على ارض مصر لما تملكوا كوريا من قدرات تكنولوجية هائلة وده اللي احنا يمكن محتاجينه الفترة اللي جاية ان احنا يبقى عندنا كثير من الصناعات الجديدة على هيكل اقتصاد المصري ويمكن من ابرز الصناعات دي هي صناعة السيارات طبعا احنا بنعتمد بشكل كبير على استرادها من قرية ولكن هناك خطوات الدولة بتتحرك عليها لتصنيع السيارات في مصر وبالتالي الشريك الكوري واحد من اهم شركاء ومن اهم المصنعين للسيارات على مستوى العالم بجانب كمان ان هناك انتلاك للتكنولوجيا الكورية في عديد من الصناعات والاجهزة الالكترونية دي برضو ازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغل على استراتيجية خاصة بإحلال الوردات والعمل على توطيل لهذه الصناعات وازاي ان احنا كمان نقدر ان احنا نستفيد بيها في شكل كبير ليسد احتياجات السوق المحلي وكمان يقدر ان يتخلق عندنا الفوائد ان احنا نواجهها للتصديق فكرة التعاون المشترك ووجود علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة ما بيننا وما بين كوريا اكيد ده بينعكس على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب التجاري ما بين البلدي ووجود طبعا الجانب الكوري على ارض مصر ده كمان هيخلين ان هو يلمس على ارض الواقع المجاحات والإجازات اللي احنا قمنا بيها وتأكيد الدولة المصرية على ثقاتها في القطاع الخاص وفي المستفيدين الاجانب واللي اكيد هيأتي بمعدود ايجابي على الاستاذ المصر طب دكتور علي سفير كوريا الجنوبية في مصر السفير هونج جين ووك قال في مؤتمر صحفي ان السفارة الكورية الجنوبية في القاهرة قالت انه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي قام بيها عام 2016 الى كوريا الجنوبية تأتي هذه الزيارة الحالية لزيارة الرئيس الكوريا الجنوبية للقاهرة توطيدا ومزيد من التوطيد ما بين العلاقات ما بين الدولتين والبناء الاستراتيجي والبناء التنموي ما بينهم كيف نؤرخ لهذه المرحلة من 2016 لحد النهاردة خلافا لما كان سابق ذلك وهي مرحلة ايضا مختلفة ما بين العلاقات بين الدولتين خلينا نقول طبعا في 2016 يمكن كمان كانت الدولة المصرية لسه في بداية الاصلاحات الاقتصادية وكان لسه يمكن عندنا كثير من التحديات على الجانب الاقتصادي ازاي ان الجانب الكوري هيشهد طبعا طفرة كبيرة جدا حدثت على ارض الواقع مش على الجانب الاقتصادي بسوة لكن على جميع الجوانب السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية وبالتالي كمان مع الزيارة التي تتم اليوم اكيد هيبقى فيه مردود ايجابي بشكل اكبر لان احنا كمان في 2016 كنا بنتحدث عن افاق مستقبلية وعن وعود وعن خطط مستقبلية لكن احنا بنتحدث عليه الآن هي مدن جديدة فرص استثمارية واعدة نجاحات على مستوى المؤشرات الصادية كلية بالشهادات دولية تهيئة لمناخ الاستثمار نجاح للقضاء على ازمة الطاقة وتحقيق فوائد وخلق الربط قهرابي ما بين مصر وعديد من دول العالم شايفين ازاي الخطوات التنموية اللي ابتدت تلمس جميع المحافظات وبالاخص كمان محافظات اللي كانت بتعاني من تهميش ده كلها اكيد ملفات مهمة جدا وخطوات تؤكد كمان للجانب الكوري الزاين للدولة المصرية ملتزمة بوعودها مش للمواطن المصر بس و لكن معودها حتى بالنسبة للعالم وحتى ملتزمة ايضا في جانب اخر وهو الوفاء بالتزاماتها الدولية سواء في الجوانب الاقتصادية او في الجوانب السياسي او حتى في الجوانب الاجتماعي بالضبط وهو ده اللي احنا بنأكد عليه ازاي ان احنا مع الخطوات والوقود اللي كنا بنعلن عنها خلال السنوات الماضية ان احنا قدام نحققها برغم من التحديات الصعبة جدا اللي بيمر بيها العالم كله وازاي ان حتى التحديات دي توجود تدعيات كورونا وبالمتحولات الجديدة لي ان هي ما منعتش طب هو يعني قبل الختم دكتور علي كان الرئيس عبدالفتاح سيسي اشار خلال المؤتمر الصحفي للتجربة التنموية النجحة في كوريا الجنوبية تعليق حضرتك على هذا اخيرا طبعا تجربة رائدة على المستوى الدولي وهناك خضرات ونجحات كبيرة جدا على مستوى الدولة الكورية وبالتالي فرصة كبيرة ان احنا نستفيد من هذه التجربة وبالاخص على مستوى التعليم وعلى مستوى توطين للصناعة وازاي ان ادرت كوريا تغزو بي صناعتها العالم كله اعتقد ان هي دروس مستفادة مع التعاون المستمرة ما بيننا وما بين الجانب الكوري بإذن الله كلها مردود ايجابي على الاقتصاد المصر كل الشكر والتقدير الضيفي الكريم الاستاذ الدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد شكرا جزيلا على هذه الاضاحات والتحليلات شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة